إجراءات واحدة لتمكين المرأة وقرارات غير مسبوقة تؤكدها الأسماء التي تم ضخها في الوزارة الأخيرة وبرغم أن العقد الأخير حمل للمرأة ما لم يحمله تاريخها الحديث من حقوق ومكتسبات إلا أن الحقائب الوزرية والمناصب المحلية التي تقلدتها في التعديل الوزري الأخير أكد وعي القيادة السياسية بأهمية المرأة واستحقاقها للشراكة في اتخاذ القرارات المصرية ولسيما في الجمهورية الجديدة طالما كانت المرأة روح الوطن وعمود قوامته وصفها التاريخ بأيقونة التضحية والفداء واعتبرها رمزاً للوطنية وقاطرة للعمل السياسي والاجتماعي واليوم أصبحت المرأة المصرية أساس المجتمع وشريكاً رئيسياً في صنع القرار وفي هذا الإطار جاء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي محملاً بحقيبة حقوق غير مسبوقة تنتصر لعظيمات مصر وتعتبر تمكين المرأة لبنة بناء مصر الحديثة لنجد المرأة تشارك في الحياة السياسية والنيابية ما بين صاحبات حقائب وزارية ونائبات بالبرلمان وناخبات في الاستحقاقات الدستورية واستكمالاً لتلك العقيدة وذلك النهج تقلدت المرأة المصرية وساماً آخر بالتشكيل الوزاري الجديد وحملت المرأة أربع حقائب وزارية حيث تولت رانيا المشاط ومايا مرسي واسمين فؤاد ومناء العواض حقائب التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون والتضامن الاجتماعي والبيئة والتنمية المحلية على الترتيب حقائب ذات ثقل ليست مجرد مناصب شرفية وذلك بعد إثبات جدارتهن داخل أروقة المؤسسات التنفيذية ونجحهن في تحمل المهام الصعبة كما وصلت خمس سيدات لمنصب نائب الوزير وسيدة لمنصب المحافظ والتسع سيدات لمنصب نائب المحافظ مما يؤكد على دورها الفاعل في اتخاذ القرار وخدمة وطنها لكونها أهم وأقوى دعامة من دعائمه منذ ألاف السنين هكذا تنضي مصر في جهودها لتمكين المرأة وحماية وتعزيز حقوقها لتتبوأ مكانتها التي تستحقها في المجتمع وتعلي قيم المساواة التي رسخها الدستور فهن عظيمة مصر ورمز أصالتها على مر العصور وحتى عبورها للجمهورية الجديدة